استكتروا عليكي الجواز من سوبرستار وزقوكي في صراعات غصبة عنك صراعات تفرضت عليكي اتعاملتي معها ازاي؟ حاولت استحمل على قد مقدر اهو غصب عني يعني بالنهاية دي ده قرار انا اخدته لازم ابقى قده انا كنت عارفة ان انا هتحط في الحاجات دي بس ما كنتش عارفة ايه انا قوية حس ان انا كنت قوية جدا كنت عارفة ممكن توصل لايه يعني وصلت مثلا ان حد يطلع يقول انها كانت على علاقة بجوزك وانتوا مع بعض وتطلع تقول ده على الملأ بسي هو اصلا تامر كل شوية كنت بيطلع عليكي شاهد ده مكنش جديد فهمه فانا بالنهاية دي مكنتش حاجة جديدة علي عشان ما بقاش يعني ما بقاش بقولك كلامي الحقيقي بس كنت اول مرة تبقى على الملأ اه انا عارفة طبعا بس هو كده كده متوقع بس ان انا اقولك انا وكنتش لأ ده جديد حاجة وصدمتني لا ما تصدمتش عادي عيشتي سراع مع الغيرة اكيد طبعا اي حد بيحب يغير بس زي ما قلتلك هو كل حاجة في البني ادم يعني لها حدود اصلي خلي بالك بساعات بتبقى في موكة تبقى في حياة اه تبقى في على موكة موتك بالبطيئ ام الغيرة شعور صعب لا الغيرة شعور مش بس صعب الغيرة شعور خلي بالك انا ما بغيرش قوي قوي من يعني ما عنديش حتة ناس مثلا اغير من واحدة ستة عشان هي مثلا احلى مني انا بغير على مشاعري هم بغير لما بلاقي مثلا ان انا لا انا استاهل اكتر من كده انا عايزة اكتر من كده اما اغير على نفسي قوي بحس ان انا كتير جدا لما بقى مع حد لازم يخد بالو كويس جدا بحط عينيه واستراسه انت كمان ميكس العصبية مع الغيرة اكيد كان بيعمل معاكي حاجات بتفرقع يعني انا دلوتي وانتي بتتكلمي انا بتخيل ميكس عصبية جدا وغيرة وزكية جدا ايه اللي هيا خلي بالوكو زكية جدا يعني بغمه ويا الطايرة ايوه بتبقى طايرة كده بقول لها امم عارفة اعرفتك لا بسي هقول لك على حاجة بصراحة خلي بالك انا حياتي مش كلها كانت كده كده اكيد يعني عشان بقى صريحة يعني هو بس في شوية حاجة كده عارفة ومش هكزب عليكي في ناس استغلت اوي اوي عشان برضو يعني مش بقول انه لا الغلط بس على الشهرة لا لا في ناس كتير اوي ففي ناس بتلاقيهم بقى من كاتيجوري يعيني لو عدوا من جنب حد بس مشهور ده بالنسبة لها اضافة ففي ناس الناس دي بقى لا في ناس كتير قوي قوي بجد بتستغل المشهوري معلش سوريا يعني عشان بس ابقى كلير فأنا مش هبلة يعني عارفة انه في ناس بالنسبة لها الخبر بقصة حقيقي الخبر بيفتح لها ببرزق في ناس عاملة كده انا الناس دي بصراحة بوستي مبزعش قوي منها بس ايه بقى فيه وقت كده معين انا شكرت نفسي على كل كل حاجة حصلتلي من الناس الوحش اللي في حياتي ليه بقى علشان خاطر معلش حاسة ان ربنا بيعمللي الخير عن طريق الناس الوحش اللي بتحاول تأذيني فكده انا المفروضة بقى مبسوطة ازعل ليه